اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية كيفية الوقاية من الام الظهر مقدمة الام الظهر هي احدى المشاكل الطبية الاكثر شيوعا وتصيب معظم الناس مرة واحدة على الاقل في حياتهم يمكن ان تدوم الام الظهر لوقت طويل وان تسبب العجز اذا لم تأخذ على محمل الجد يساعد هذا البرنامج التفقيفي على فهم تشريح الظهر والاسباب الاكثر شيوعا لآلام الظهر والتدابير التي يمكن اتخاذها لمنع آلام الظهر التشريح يتألف الظهر من جزئين رئيسيين العمود الفقري وعضلات الظهر ترتبط عضلات الظهر بالعمود الفقري يتألف العمود الفقري من عظام تدعى فقرات تتصل الفقرات فيما بينها بواسطة مفاصل ذات وجوه تصل الأقراص بين الفقرات تسمح هذه الأقراص للعمود الفقري أن ينحني ويتمدد تؤدي الأقراص وظيفة الوسائد بين الفقرات فهي تمتص الصدمات والاهتزازات الناجمة عن المشي والرقب يتألف النخاح الشوكي من الأعصاب التي تربط الدماغ بالجسم تحمل فقرات النخاح الشوكي تتشاحب الأعصاب من النخاح الشوكي إلى مختلف الأعضاء والعضلات بما في ذلك تلك الموجودة في الذراعين والساقين تنخل الأعصاب الأوامر من الدماغ إلى العضلات والأعضاء والأطراف تنقل الأعصاب أيضا إشارات الإحساس مثل الألم من مختلف أجزاء الجسم إلى الدماغ يرتبط العمود الفقري بالحوض أو بالورك بواسطة المفاصل العجزية الحرقفية أسباب آلام الظهر التشنج العضلي هو من الأسباب الأكثر شيوعا لآلام الظهر يمكن أيضا لحركة مفاجئة للظهر أن تسبب تشنجا عضليا شديدا يؤدي التشنج العضلي إلى تيوبس الظهر ويمكنه أن يسبب آلاما شديدا يمكن أن يحصل التشنج العضلي نتيجة عطاص أو سعال بسيط يمكن أيضا أن يحصل التشنج العضلي بعد حركة انحناء أو دوران خرقاء إن حركة بسيطة مثل الانحناء لربط الحداء أو دوران الظهر للاستدارة والنظر باتجاه مختلف يمكنها أن تسبب تشنجا عضليا يمكن أيضا أن تحدث التشنجات العضلية عند رفع أشياء ثقيلة بطريقة غير صحيحة ويخف آلام التشنجات العضلية مع الوقت عادة ويمكن معالجة حالات التشنج العضلي الشديدة بالعلاج الطبيعي والأدوية يمكن أن تحدث آلام الظهر المزمنة بعد حوادث تلحق الأدى بالأقراص أو بالمفاصل ذات الوجوه أو بالمفاصل العجزية الحرقفية أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأقراص ومشاكلها تؤدي أقراص الظهر وظيفة الوسائد بين الفقرات تتضمن الأقراص منطقة مركزية تدعى النواة اللوبية وهي المنطقة اللينة في مركز القرص تحاط النواة اللوبية بجزء أقصى من القرص يدعى الحلقة الليفية تقوم الحلقة الليفية بتثبيت الفقرات بعضها مع بعض وبمنع محتوى النواة اللوبية من الاندفاع باتجاه الخارج تكون الأقراص عادة رطبة مثل الإسفنجة التي امتصت الماء ومع تقدم الإنسان في السن أو بعد إصابة القرص تبدأ بفقدان الماء وتصبح أكثر تصلبا وتقل وظيفة الأقراص باعتبارها وسائد تفصل بين فقرات الظهر يعرف هذا بتنكس أقراص الظهر مع تفاقم تنكس أقراص الظهر تبدأ عظام الفقرات فوق وتحت القرص بالنمو حوله يعرف النمو الجديد للعظام باسمه المناقير إذا ازداد نمو المناقير يمكنها أن تبدأ بالضغط على الأصاب في النفق الفقري أو السيسائي فتسبب الآلام والخضر والضعف في الساقين إن المفاصل ذات الوجوه مهمة جدا للمحافظة على طراصف العمود الفقري فهذه المفاصل تمكن العمود الفقري من الحركة باتجاهات مختلفة لكل فقرة أربع مفاصل من المفاصل ذات الوجوه إثنان منها يثبتان كل فقرة بالفقرة التي تعلوها والإثنان الباقيان يثبتان كل فقرة بالفقرة التي تحتها وفي كل من هذه المواقع يوجد وجهان مفصليان وجه مفصلي أيسر ووجه مفصلي أيمن يشكل الوجه المفصلي للفقرة العلوية مع الوجه المفصلي للفقرة السفلية مثلا ذا وجهين ويبطن كل مفصلي ذا وجهين بنسيج يدعى الغشاء الزليلي الذي تفرز فيه مادة مزلقة يسمح الغشاء الزليلي والمادة المزلقة للوجهين المفصليين في المفصل بالانزلاق على بعضهما دون حدوث الاحتكاك بين العظام عندما يبدأ الالتهاب المفصلي أو التنكس بالظهور في العمود الفقري يبدأ الغشاء الزليلي الذي يبطن المفصل بالاهتراء مما يسبب آلاما في الظهر وعدم قدرة المفاصل ذات الوجوه المفصلية على أداء وظائفها على النحو الملائم وعندما تضعف الأقراص والوجوه المفصلية يمكن أن تبدأ الفقرات بالانزلاق ببطء على بعضها البعض مما يسبب التضيق في النفق الفقري أو السيسائي يعرف هذا الانزلاق بانزلاق الفقرات ويعرف تضيق النفق الفقري أو السيسائي بتضيق الفقرات تعرف جميع هذه التغيرات المختلفة في العمود الفقري بـ تنكس الفقرات أو التصاقي الفقرات يمكن أن يحدث تنكس الفقرات بسرعة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التهاب المفاصل ومنها التهاب العظام والمفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي يمكن لتنكس الفقرات أن يحدث ألما شديدا في الظهر وألما في الطرفين السفليين وتنميلا وضعفا كلما تعرضت الأعصاب في نفق الفقرات لضغط أكبر المشاكل الأخرى في الأقراص مع مرور الوقت تبدأ الأقراص بالانتفاخ ويتغير شكلها بسبب تعرضها للأذى أو للتنكس إذا تمزقت الحلقة اللي فيه يعرف هذا التمزق بتمزق الحلقة أما عندما تبدأ المادة الموجودة داخل القرص أو النواة اللبية بالخروج عبر مكان التمزق ويعرف هذا بانفتاق القرص أو انبثاق القرص إلى الخارج وفي بعض الأحيان ينفصل الفطق الذي حدث في القرص عن الجزء الرئيسي للقرص يعرف هذا بشضية طليقة تبقى الشضايا الطليقة قريبة جدا من القرص الذي انفتقت عنه عندما يضغط انتفاخ القرص أو فتق القرص على الأحصاب الظهرية فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم شديد وتنميل وضعف في الطرفي السفلي ويعرف هذا بعرق النساء أو ألم العصب الوركي المفاصل العجزية الحرقفية تعمل المفاصل العجزية الحرقفية على وصل عظم العجز أو الذنب بعظم الحوضي أو بعظم الورك وهناك مفصلان من هذا النوع وهما المفصل العجزي الحرقفي الأيمن والمفصل العجزي الحرقفي الأيسر خلافا لبقية مفاصل الجزم الأخرى كالركبة أو المرفق تكون حركة هذه المفاصل محدودة جدا عندما تتعرض هذه المفاصل للأذى أو عندما تبدأ في التنكس يمكنها أن تصبح مؤلمة جدا وأن تسبب ألما شديدا في أسفل الظهر من أحد جانبي الإليتين أو الردفين ويمكن الإحساس أحيانا بهذا الألم في الساقين الوقاية إن أفضل طريقة للوقاية من آلام الظهر وآلام الساقين هي ممارسة الرياضة المنتظمة للظهر إذ يوصل أطباء بممارسة تمارين لتقوية الظهر وشد عضلات الظهر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل فيما يلي بعض الأمثلة عن تمارين الظهر الجلوس الجزئي وهو الاستلقاء مع ثني الركبتين ورفع الرأس والكتفين ببطء عن الأرض والمحافظة على هذه الوضعية مدة عشر ثوان رفع الركبة نحو الصدر التمدد على الأرض ورفع الركبة ببطء نحو الصدر وإرخاء الرقبة والظهر والمحافظة على هذه الوضعية مدة عشر ثوان وتكرار هذا التمرين عشر مرات رفع الجسم عن الأرض التمدد على البطن ووضع اليدين بجانب الكتفين والحوض على الأرض ثم رفع الجسد عن الأرض دون الشعور بألم والمحافظة على هذه الوضعية مدة عشر ثوان وتكرار هذا التمرين عشر مرات وتقوي هذه التمارين عضلات الظهر وتسمح لتلك العضلات بتحمل مشقات النشاطات اليومية وينبغي أن يراجع الإنسان طبيبه قبل بدء هذه التمارين إذا سبق له أن عانى من آلام في الظهر أو من مشاكل طبية أخرى التقنيات الظهر الجيدة الطريقة الأخرى لمنع آلام الظهر والساقين هي التعامل مع الظهر بشكل صحيح خلال مزاولة النشاطات اليومية توضح الصفحات التالية بعض ما يجب عليك أن تفعله وما يجب عليك أن لا تفعله للمساعدة في تنفيذ النشاطات اليومية إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة آلام الظهر مشكلة من المشاكل الطبية الواسعة الانتشار ينتج معظم حالات آلام الظهر عن تشنج العضلات وتنكس الأقراص في العمود الفقري يمكن لآلام الظهر أن تحدث إعاقة شديدة إذا لم تأخذ على محمل الجد تصيب آلام الظهر معظم الناس مرة واحدة على الأقل في حياتهم من الممكن اتخاذ بعض التدابير للوقاية من آلام الظهر أو لتأجيل ظهور تنكس العمود الفقري والأقراص تتضمن التدابير الوقائية تقوية الظهر والتعامل مع الجسم بشكل صحيح شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين